أكد محافظ أبياناً لوارك نبو بكر حسين على أهمية تحسين الوضع التعليمي في جميع مدارس المحافظة ووضع الخطط والبرامج التأهيلية وشدد المحافظ خلال لقائه مدير مكتب التربية والتعليم الدكتور وضاح المحوري على زيادة الأنشطة اللاصفية التي تنمي مواهب الطلاب وتعمل على تأهيلهم كما استعرض اللقاء الذي ضم الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد جهود تنشيط الوضع التعليمي في المحافظة